تنشر أخبار للترويع والتخويف لتبرير هذه الحرب بأي شكل من الأشكال وبشكل مصطنع. هذه الرسائل نشهدها بشكل موسع جدا في وسائل الإعلام الروسية. وعلى سبيل الاستجابة لهذه الاستفزازات قد يجعلون لهذه الاستجابة وهم يقولون أن روسيا قد تضطر لدفاع عن الروس في أوكرانيا. وهناك احتمالات لهجمات إلكترونية ضد مؤسسات رئيسية. وكذلك بعدها قد يتم الاتجاه إلى الهجوم العسكري بالدبابات واستهداف أوكرانيا ومدن أوكرانية يعيش فيها مدنيون بالملايين. بل هناك إشارة إلى أن روسيا قد تستهدف مجموعات محددة من الناس في أوكرانيا. اليوم نحن نشرح الإوضاع على أمل أن تعود روسيا عن الحرب والصراع قبل فوات الأوان. ونذكر أنه في الماضي كانت هناك استخبارات تم الحصول عليها في الماضي وكانت خاطئة. ولكن واضح أنني هنا اليوم وليس لشن حرب بل منع الحرب المعلومات التي يقدمها اليوم تم فحصها بدقة على دوء ملاحظات بصرية لمجريات الأوضاع على الأرض الحلفاء والشركاء ينظرون إلى الموضوع بنفس الطريقة. روسيا كانت فقط تستمع إلى ما نقوله ولكن الصوت العالمي أصبح أعلى وأعلى. إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا فهذا فعلا سيكون أمرا مريحا لنا وستثبت لنا بأن افتراضاتنا كانت خاطئة وأن ما كنا نظن بأنه سيحصل لن يحصل. وبالتالي نحن حينها دون أدنى شك سنتقبل أي انتقاد وجهة لنا في هذا الصدد. رئيس بايدن قال بأن هذه الحرب هي حرب خيارات. وإذا ما أخذت هي هذا الخيار فنحن كنا واضحين مع حلفائنا بأن ردنا سوف يكون حاسما ومقتضبا. والرئيس بايدن كرر هذا أكثر من مرة خلال هذا الأسبوع. هناك خيار آخر يمكن لروسيا أن تأخذه إذا ما كانت فعلا هي تريد أن تنصع إلى الحل الديبلوماسي. الحل الديبلوماسي هو الطريقة الوحيدة المسؤولة لحل هذه الأزمة. ولا بد من تطبيق اتفاقيات ميسك وهذا هو فحو الموضوع اليوم. إن أوكرانيا وروسيا أخذت التزامات وفقا لاتفاقيات ميسك وبالتالي فهم عليهم الاتزام بتلك التعهدات. فإذا ما كانت روسيا مستعدة للجلوس والتواصل وفعلا العمل مع الحكومة الأوكرانية على إيجاد الحل. فبالتالي زملائنا وأصدقائنا وحتى شركائنا في ألمانيا مستعدون لحل هذه المسائل المرتبطة بمثلا نوتريم تو. نحن جميعا مستعدون لدعم الأطراف لإيجاد الحلول الديبلوماسية. أما بالنسبة إلى أيضا هذه الاتفاقية اتفاقية ميسك فنحن بحاجة مرة جديدة لنأخذ في مفاوضات مع روسيا مع أصدقائنا. قبل ثلاثة أسابيع نحن وفرنا لروسيا كل التفاصيل الخاصة بالخطوات التي لابد من أخذها في المرحلة القادمة لفعلا إيجاد الحل لهذه الأزمة. فروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وشركائنا وحلفائنا الأوروبيين كلنا كنا بانتظار هذا الرد واليوم وصلنا هذا الرد واليوم أنا بدوري كنت قد أرسلت إلى وزير الخارجية الروسي سرغي لافرور بأنه لابد أن نلتقي في الأسبوع القادم في أوروبا بعد هذه المحادثات لكي ننظر في الخطوات التي يمكننا أن نأخذها لفعلا إيجاد حل لهذا النزاع دون اللجوء إلى الحل العسكري. بالطبع هذه الاجتماعات بإمكانها أن تمهد الطريق لقمة للرؤساء في محاولة التخفيف من التصعيد لفعلا الحفاظ على الأمن والسلام. وبالتالي كل الدبلوماسيين لكل الدول نحن لدينا هذه المسؤولية لبدل الجهود الدبلوماسية لكي فعلا نحرص على استنفاذ كل الحلول الدبلوماسية. وإذا ما روسيا كانت منتزمة بهذه الحلول الدبلوماسية فنحن نؤمن لهم كل الفرص لكي فعلا يتمكنوا من أن يثبتوا هذا الحل. وبالطبع نحن أيضا اليوم وصلنا الرد من قبل روسيا. وبالطبع نحن نسمع بأن روسيا ليس لديها أي خطط لغزو أوكرانيا. دعوني أبسط ردنا على هذا الحكومة الروسية بإمكانها أن تعلن اليوم دون أي تردد بأن روسيا لن تغزو أوكرانيا. تعلن ذلك للعالم ولكن عليها أثبات ذلك من خلال سحب جنودها طائراتها ومعداتها العسكرية وتعيدها إلى أراضيها وتأتي بدبلوماسيها إلى طاولة المفاوضات. في الأيام القادمة العالم برمة سيتذكر هذا الالتزام من روسيا أو ربما حتى رفض روسيا لفعل ذلك.